بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله أما بعد طبعا ذكرنا في الحلقة الماضية الربط العجيب بين الأمر بقتال الذين نقضوا العهد عهد الإيمان الإسلام العام أو عهد اذهبوا فأنتم الطلقاء مع حلفائهم الذين دخلوا لأن حتى بن سليم حضروا حنين وبن سليم وبن أسد وبن تميم وبن فزارة مجموعة هائلة وهم حلفاء قريش في الأساس حلفاء حلفاء قريش هنا الله عز وجل في سورة التوبة ينعى أو يعرف هذه التحركات فذكرهم وحث على قتالهم إن لم يتوبوا خلال الأربعة الأشهر هذه لم يتوبوا ويتوقفوا عن المؤامرة فقد أمر بقتالهم وإمة الكفر أتى أن من بينهم زعماء قريش وأحلافهم أيضا وأن ذكرنا أكثر مرة يعني حلفهم ومشروعهم الجديد مشروعهم في مسجد الضرار هي في سورة التوبة أيضا فذكر الله عز وجل حذر المؤمنين من الخشي على التجارة والأرحام والكذا يعني ذكر الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة والأموال والتجارة والمساكن هذه غالبا لأن المهاجرين أصحابهم من قريش وهم أهل التجارة أيضا والتاجر يضعف في هذه النواحي يضعف فلذلك يعني يتمنوا أنه لم يكن في تهديد وإن شاء الله الله يهديهم وهذا موجود في يعني حتى يوم بدر الذين تواكلوا كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وأن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون هؤلاء أيضا قالوا أرحامنا وكذا العلاقات التجارية المشكلة لم تنقطع انتبهوا يعني هذا فيه أمر فيه أمر ما يعرفه كثير من الناس الله يسطر بس لكن عليتي حال فيه العلاقات التجارية بين كفار قريش وبعض المهاجرين في المدينة لم تنقطع العلاقات المعرفية بين قريش ويهود المدينة وبعض المهاجرين لم تنقطع الأثر اليهودي على المهاجرين أو على بعض المهاجرين وعلى قريش وعلى الأنصار الأثر المعرفي المعرفي أقوى لم ينقطع وتمدد هذا في شكل حلف قبلي ديني نفاقي يعني صار حلف عجيب وناس صالحين راحوا مثل ما نقول في الطوشة أو راحوا في الصوت وكذا معرفة هذا الواقع النبوي يجعلك أنت أيها المسلم ترحم وتحب النبي عليه الصلاة والسلام وتعرف عظيم خلقه وتعرف يعني أنه قد أدى الأمانة وبلغ ولكن لم يصل جميع التبليغ لم يصلنا لأنه أتت دول ظالمة قضمت من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام كل ما يحبب الناس إلى الإسلام من حب العقل والتراحم والبر والتقوى والاعتدال والمعرفة وكذا والصدق والتعامل وأحلت مكانها الغضب والعنصرية ونحن أفضل وهم إلى جهنم ونحن فقط في الجنة وكذا يعني هذه فلذلك التجديد صعب التجديد صعب يحتاج إلى فهم وهي متداخلة للقضية كثيرا 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 متداخلة فإذا هنا ذكرهم أنه مثلما لماذا أنتم خائفون وقد نصر الله يعني لا تحاولون أيها الأحلاف أن تنقضوا على النبي عليه الصلاة والسلام وتذكروا أن يوم حنين كنتم متحالفون مع هوازن وانهزمتم بالناس كما في صحيح مسلم طبعا انهزم بك الطلقاء ولم يبقى مع النبي إلا حوالي إلا أعداد أفراد يعني بضعة أفراد من أهل بيته ثبتوا والنبي قال أنا النبي لا كذب أنا بن عبد مطلب انظر الله ما صلي على محمد وعلى لمحمد انظروا هذا النبي الشجاع يعني ثمانية أمام عشرة آلاف يهجبون أنا النبي لا كذب إذا كنتم تنهزمون تظنون أنني ساحر وأنني فقط أريد يعني لي سمعة وأنني متوهم لا 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 أنتم متوهمون أنا النبي لا كذب أنا بن عبد مطلب لا يقولها لهوازن فقط وإنما يقولها للطلقاء الذين انهزموا بالناس والذين لم يدخل الإمام في قلوبهم حتى الآن والذين يقولون بطل السحر اليوم يقول هذا الكلمة أنا النبي لا كذب أنا بن عبد مطلب وأن النبي لا كذب هذا رد على من يشكك في نبوته أنا بن عبد المطلب يشكك على من يحسد بني هاشم وبني عبد مطلب على هذا الخير الذي ساقه الله إلى نبيه الكريم وهو ليس خيراً لبني عبد المطالب فبعد يعني لكاثريهم وصالحهم لا أبو لهب من بني عبد المطالب وهو في جهنم وثبت و الله عز وجل ذكر صورة المسج سيصل ناراً ذات لهب ولكن العبارة النبي هذه هي ومحنين أن النبي لا كذب أن ابن عبد المطالب فيها دليل على رد العصبية القراشية التي تريد أن لا يكون النبي من بني عبد المطالب وأنهم يريدون رجل آخر من القريتين الحكم بن هشام الذي هو أبو جهل من قريش أو معتب بمسعود الثقافي من ثقيف حلفائهم وأصهارهم ثقيف والمعركة كانت قريش وثقيف وثقيف هي مع هوازن أو هي قريبة منها بعضها تحصن في حصون الطائف وبعضها شارك أن هذا البيت المطالبي بن عبد المطالب هذا البيت الهاشمي لأن نقضي عليها والأسف بعض الصالحين نهزم كلهم كلهم حتى يعني لأن الطلاقاء كانوا في مقدمة الجيش فلما وقعت المعركة أرجفوا أرجفوا في الناس والناس أخذوا في الهزيمة ثم عاد الأنصار وخاصة بنو الحارث من الأنصار لهم جماعة سعد بن عبالية و هذا البيت بنو الحارث يشملون أكثر من بيت و تبعهم الخزرج ثم تبع صلحاء الناس فهنا هذا الربط الإلهي هنا بقريش ليس ربطا هكذا لا الربط طبيعي طبيعي جدا يعني لا يغركم هذا الحلف فيوم أحوالين كان معكم حلف أيضا مع هواز و هذه السيرة لا نبين طبعا حتى إذا أعجبتكم كثرتكم هذا خاص بالمهاجرين الصالحين و الأنصار أنه يوم حنين أعجبتكم كثرتكم لكن هذه الكثرة كان فيها ناس طلقاء و ناس ضعفاء و أنتم انهزمتم أيضا يعني انتبهوا لأن الله سينصر عبده لا تخشون بأننا إن حالفنا إن قاتلنا هذا الحلف العريض قد تذهب تجارتنا و أموالنا و نقتل أرحمنا لا فالله من نصر الله سينصره فيها معاني دقيقة هائلة و رائعة ثم أنزل الله سكينته على رسوله و على المؤمنين و أنزل جنون لم تروها و عذب الذين كفروا هنا على المؤمنين ليس الهاربين من هرب لم ينزل الله عليه السكينة لو أنزل عليه السكينة لا ثبت فهنا فكيف بمن جلس فوق فوق تل و قال بطل السحر اليوم ستصل هزيمة محمد إلى البحر الغريب أن التيار يورد هذه الآية أنزل الله سكينته على رسوله و على المؤمنين على كل أهل حنين تمام؟ كل من شهد مع النبي حنين حتى الذي تمنى هزيمته حتى الذي قال بطل السحر اليوم حتى من اعتزل حتى من انهزم حتى من أراد غتياله و كلهم خلاص خلاص كله هذا الجمع ليس منهج الله الله لا يحب هذا الجمع الله يحب التمييز ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب و قال في آية أخرى فنجعل المسلمين كالمجرمين و لكم كيف تحكمون و قال في آية ثالثة ليميز الله الخبيث من الطيب و يجعل الخبيث بعضه و على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم كما قلنا في سورة الأنفال تدبرنا في رمضان الماضي فالذين يحاولون أن يجمعوا ليست ثقافتهم إلهية و لا النبوية فالفرز الفرز و التفصيل آيات لتستبين سبيل المجرمين هؤلاء يخلطون المسلمين مع المجرمين هو الشيطان له حيلة عجيبة أول ما يأتي كالشيطان يقول يا أخي هؤلاء أفضل مننا حتى اليوم حتى على المستوى القبلي يقولون أما الأولين فما مثلهم و ما عندهم فيهم الصالح و الطالح أجدادنا كانوا ما شاء الله صحيح في حيث الجميع لكن فيه قتل و فيه مساوص الراق فالمعيار يجب أن لا يكون حنينا إلى الماضي هذا الحنين و إنما المعرفة يجب أن تكون المعرفة فلذلك الذين يخلطون هذا الشيطان له حيلة و هي أنه يجعلك تؤمن بمجموعة هائلة جدا أولا بأنهم أفضل من غيرهم و فيهم الصالح و الطالح إذا آمنت بهذه و أدخلك إلى هذه المجموعة لا يدخلك إلى الصالحين يدخلك إلى من يريد مدام قد آمنت أدخلك إلى الفاسدين تمام فلذلك حاول الله يبارك فيك أن تضع المعيار قبل الجماعات تضع المعيار المعرفي القرآني العقلي و وضع معايير أولا ليس هناك جماعة كلها صالحة لا قرن ولا جيل ولا قبيلة ولا حي ولا دولة الناس هكذا الخليط و الامتزاج فلذلك الله عز وجل يقول ليميز الله والخبيث والطيب الله من أهدافه التمييز بين الخبيث والطيب فهذه من الأشياء التي تساعد كثيرا المسلمين في إعادة النظر في إعادة النظر لكثير من الأفكار المعلبة التي يقودهم إله الشيطان بلا عقل ولا هدى ولا كتاب منير فإذا ثم طبعا بعد هذه بقيت نقطة بسيطة قبل نهاية الفاصل يقول ثم يتوب الله بعد ذلك على من يشاء والله غفور الرحيم فهنا المنهزمون ارتكبوا إثما لكن بعضهم انهزم نفاقا والبعض لا انهزم يعني ربكة من الواضع فهذا يتوب الله عليه إن شاء الله والله غفور الرحيم وبعد الفاصل إن شاء الله نواصل والسلام عليكم ورحمة الله بسم الله طبعا ذكرنا هنا إذن هذا الحلف وتحذير المؤمنين من الخضوع لهذا الحلف أو الخوف منه أو الخوف عليه على مصالح خاصة تجارية أو عائلية ثم المنهزمون يوم حنين لأنه أدخل قصة حنين طبعا في العام الثامن لكن صورة التوبة نزلت في العام التاسع فهو يذكرهم يعني يذكرهم بهذه الحادثة ويعدهم بالتوبة يعني والله أعلم يتوب على من يشاء واضح أن الذي انهزم يعني ليس شكا في النبوة و لا مؤامرة عليها أما الذي مؤامرة و ما أشبه ذلك الطلقاء كما قالت أم سلم في صيح مسلم من هزم بك الطلقاء بمعنى الكلام فهؤلاء يختلفون ثم يقول الله عز وجل هنا يا أيها في الآية 28 يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا و إن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم هنا كأن المشركين هنا هم واضح يعني هذه الآية نزلت إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام أنهم هم المشركون الذين نقضوا العهد هم الذين تبرأ الله منهم يعني هم أصحاب البراءة و هذه الآيات الأولى هذه الأول أربعين آية أمر النبي عليه الصلاة والسلام علي أن يبلغها كما تعرفون في العام التاسع و هو عام و هو بعد التبوك العام التاسع أمر أن يبلغها الأربعين آية الأولى من صورة التوبة و هي في هذا المعنى و الإمام علي لماذا بعث النبي الإمام علي هذا يحتاج إلى قصة لكن يعني كونهم بني هاشم و كونهم قتل من قريش و لا مجامل له مع قريش و لا يخش منهم فلا يؤدي عني إلا أنا أو علي أتت في هذا السياق يؤدي التأدية الكاملة يعني و أن قريش تهاب كانت تهاب الإمام علي في وجود النبي عليه الصلاة والسلام و لكن بعد وفاة النبي و بعد وفاة فاطمة الزهراء يعني قريش لم تعد يعني تهاب الإمام علي يعني بنه هاشم مساكين قليلين يعني ما فيه إلا العلي و عقيل و كذا علي تحال ثم إذا يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا طيب هذا لم ينفذ فالمشركين إلا إذا أظهروا التوبة تمام لأن هناك كما قلنا مدة أربعة أشهر فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا و إن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله هنا يحذر المؤمنين الذين لهم تجارة لهم تجارة و مساكن و أرحام و كذا و أسروا بالمودة يقول لا تخشون العيلة يعني الفقر يعني إذا كان تعاطفكم مع الكفار مع المشركين الذين أصحاب المؤامرة و الحلف العريض إذا كان تعاطفكم معهم هو خشية كسادة تجارة و كذا مربوطة تماما الآيات و إن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم فالمقصول هنا أيضا الخطاب للذين آمنوا كما ترون يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون كذا و الذين آمنوا الذين لهم تجارة مع المشركي قريش غالبا ليس الأنصار هم المهاجرون فقسم منهم على الأقل لهم تجارة و يخشون و يعني من كسادة تجارة و كذا كما في الآية السابقة التي قرأناها آية 24 قل إن كان آباءكم و أبناءكم ذكر فيها و أموال اقترفتموها و تجارة تخشون كسادها و مساكن ترضونها محبة إليك من الله و رسوله فالمقصول هنا العيلة هنا تعود أيضا في هذا التفهم في هذا السياق أن هناك داخل الصفة الإسلامي عدم حماس في قتال هذا الحلف إما الخوف منه و ضخامته و قد ذكر الله بيوم حنين أن الله هو النصر عنده و ليس بالكثرة تمام و إما أنه إشفاقا على التجارة و الأموال و الأرحام فقال سيغنيكم الله و لا بد أن يكون الله و رسوله أحبي إليكم من هذا التجارة و هذه الأرحام فهذاك حاسم و واضح ثم ينتقل يعني الآية تنتقل إلى الأمر و هذه مهمة جدا لأنها آية الجزية و هذه لعل تحتاج إلى بحث و قد شوهت كثيرا مثل المشركين اليوم ما يدخلون لمسجد الحرام و ليس اليوم هؤلاء الذين نقضوا العهد و كذا ليس المسالمين يعني السياق نازل في هؤلاء المشركين المتخصصين الذين حاربوا النبي ثم تظاهروا بالإسلام ثم انهزموا يوم حنين ثم تأمروا على قتله يوم تبوك ثم عاد نحن هذا قصة طويلة قصة طويلة فيقول الله عز وجل إذن و قاتل الذين الآن يأتي على حلفائهم من اليهود و ليس كل يهودي و لا كل نصراني انتبهوا قاتل الذين لا يؤمنون بالله و لا باليوم الآخر و لا يحرمون ما حرم الله و رسوله و لا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد و هم صاغرون هذا ليس خاصا هذا في الحلف أنا قلت لكم و هذا فهمت استغلها فقهاء المسلمين مع الفتوحات الإسلامية استغلوها استغلالا سيا للأسف و كرهوا بقية الأديان و الأمم و الشعوب في دين الإسلام بأنه يريد إذلال الناس إلا أن يؤمنوا غصبا هذا غير صحيح هنا كان هناك بالنسبة لهذه الآية و إن شاء الله في الحلقة القادمة نتوسع فيها لكن في هذه الآية الآن سنقول هذا الحلف ألم نقول لكم أن الحلف يشمل منافقين و يهود و أعراب و طلقاء و غسان قبيلة نصرانية يعني دولة نصرانية دولة كانت في الشمال نصرانية و الروم نصرانية طبعا نصرانية محرفة غير نصارة الحبشة غير نصارة الحبشة هم الذين يدعون أنهم عندهم الكتاب بينما كان أهل الحبشة يتديلون ما عندهم فخر أهل الحبشة و أهل نجران من النصارى و اليمن طبعا النصارى في الحبشة و اليمن و نجران نجران كانت تابعة اليمن يعني طبيعيا كانوا من أرقاء الأنصار من الذين صدقوا بالنبي و حموا أصحابه و يختلفون عن النصارى الذين يتخذون الذين خلطوا دينهم بالسياسة النصارى الروم كذلك اليهود هنا لهم تواجد طبعا لهم تواجد في المدينة و في وادي القرى و في خيبر و في شرق المدينة ناحية فدك و في أيضا بعض اليهود الذين أتوا من اليمن و ليسوا على منهج الأحباش ليسوا على منهج النصارى اليهود من اليمن كانت النصرانية غالبة عن النصارى نجران نصارى الحبشة و اليمن تقريبا يعني قريب يعني النصرانية كانت غالبة و كان فيهود أي يهود أيضا في اليمن فبعض الأشرار أتوا ليتحالفوا أيضا هذه قصة تحتاج إلى فتح فالله يأمر أيضا بقتال هؤلاء من اليهود و النصارى المتحالفين المتحالفين معه و خاصة اليهود هم أغلبية لكن النصرانية يعني الروم و اليهود موجودين و القاتل الذين لا يؤمنون بالله و لا باليوم الآخر أصلا هم لا يؤمنون بالله و ليسوا نصارى إذن هم تجار دين قاتل الذين لا يؤمنون بالله و لا باليوم الآخر و لا يحرمون ما حرم الله و رسوله و لا يدينون دين الحق من الذين أؤت الكتاب ما قال الذين آتيناهم الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدهم و هم صاغرون طبعا هذا حتى لو ما قال الذين آتينهم الكتابة الذين أوتوا الكتابة لا يجوز إجبارهم على الدين وإنما هذا في نفس السياق مثلما أن المشركين لا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ومقصود بهم مشركين معروفين حلف معروف فهؤلاء اليهود هم الذين معهم تعرفون أبو عامر الفاسق زعيم الزعيم الروحي لهم أول مشروع النبي الجديد لهم أبو عامر الراهب كان أوسيا يهوديا منافقا حنفيا يعني حتى يلم أكثر من مهنة ما شاء الله وهو صاحب مسجد الضرار فله أتباع من اليهود من الذين إما أنهم لم يستطيعوا أن يذهبوا مع اليهود الذين تم إجلاؤهم وإما أنها عادت اليهودية في يعني لأنه لم يزالوا بقيت لهم جماعات لهم مستجيبون وليهودية راسخة في الحجاز راسخة ولها أتباع وبعض القبائل قد يسلم زعيمها ويبقى أكثرها يعني ليسوا معا في هذا الإسلام أو هو قد يسلم نفاقا أو تألفا ويبقى يعني في السر محالفا لقريش ولذلك الأعراب الذين اعتذروا في نفس الصورة اعتذروا عن الجهاد مع النبي عليه الصلاة والسلام المخلفون من الأعراب كثير وهم مذنون في الجملة إلا قليل منهم مؤمنين ومن الأعراب الرجال فلذلك هذا كله كاف لأن يكون هؤلاء قياداتهم فلذلك لكن التاريخ محى معظم هذه قاتل الذين لا يؤمنون بالله طبعا هناك فرض جديد عليهم هذا الفرض الجديد عليهم لا يفرض على غيرهم كازد صار أهل نجران واليهود الذين لم يتآمروا هذا فرض عليهم فروض جديدة مثل ما قال الله فبظلم من الذين هاروا حرمنا عليهم طيبات نحلت لهم فقد يطلب الله زيادة عقوبة في هؤلاء زيادة إلزامات لا يجوز أن تكون على مر الأزمان ملزمة لمن لم يتآمر ولم يدخل مع المتآمرين فلذلك قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله كانوا يقولونهم يهود بس هم أصلا ما يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرمه ولا يدين لدينا الحق من الذين أوتوا الكتاب أوتوا ولم يقل آتيناهم فرقوا بين الذين آتيناهم الكتاب والذين أوتوا الكتاب الذين أوتوا الكتاب فعل مبني المجهول الناس قالوا أنتم علماؤنا أوتوا لكن الذين آتيناهم الكتاب يمدحهم الله في القرآن دائما أما الذين أوتوا الكتاب يذمهم الله في أحيان كثيرة وينهاهم إذن من الذين أتلكت حتى يعطوا الجزية عن يدن وهم صاغرون لأنهم تآمروا ولابد يعطوا الجزية والجزية هي مقدار من المال يعطى ولما كتب على هالنجران سموها جزية هي ليست جزية هي عطاء مثلها مثل الزكاة وإنما تم توظيف هذه الحقوق المالية لتسمى جزية لتتناسب هذه وحرفوا معنى الآية جعلوها لتتناسب مع الروح العنصرية يعني عممت هذا المعنى وهذا المعنى للأسف وصل إلى الجميع يعني هذا الأثر التبدل وصل بكثرة إلى جميع المذاهب وقد يكون هناك مخرج بس أنا أرى أن وثيقة المدينة مع اليهود لم تكن هكذا وثيقة كتابة مع نصارى نجران لم يكن هكذا و الحرية في الدين لا إكراها في الدين قد تبين الرشد الغير لم يكن هكذا وإنما هذا السياق كما قلنا نحن قلنا الحلف في يهود وهناك أعراب وهناك طلقاء وهناك دول حامية وهناك منافقون و خليط 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 كلهم اجتمعوا على الالتفاف هي المحاولة الكبرى للشيطان في الالتفاف على النبوة فأتت سورة التوبة و كادت أن لا تبقي أحدا سميت المنقبة سميت كذا سميت كذا و إن شاء الله في الله طبعا لأن المعنى هذا ما يخص العلاقات مع أصحاب الأديان الأخرى يحتاج إلى توسعة و مهم اليوم خاصة فربما في الحلقة القادمة قد نستعرض معنى الجزية و كذا إن شاء الله إذا الله وفق و أن كنت لا أحب أن أدخل كثيرا في بعض الموضوعات التفصيلية الفقهية لكن هذا السياق يدل عليه و إلى حلقة قادمة و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته